للدفاع عن الحقوق والحرية خلينا نبدأ بالجنب الطبي حتى قبل الوقاعة اللي احنا هنشوفها يا أستاذ عالد هنا دكتور يشام انت حذرت مبكراً ليه؟ أنا حذرت مبكراً برضو عايز أقول على حاجتين مش بس الكاتشف المايونيز أستاذ ويل أنا من زمان أهمي الوجبات السريعة دي مشكلتنا في مصر احنا خدنا من الغرب الحاجات السيئة يعني احنا مبناخدش من الغرب العمل الجاد الاتقان في العمل لا احنا بناخد من غرب الحاجات السيئة من ضمن الحاجات السيئة الوجبات السريعة اللي من ضمنها برضو اللي بيدخل في مكوناتها الكاتشف مشكلة الكاتشف ونفس المشكلة في المايونيز على فكرة ان الكاتشف فيه مواد كتيرة تتحط فيه مواد أقل ما يقال عنها ان هي ضرة جداً بالصحة وحسقرة على حضرتك وفي بعض المواد مصرطنة عند استجدامها بكميات مش قليلة واحنا نعرف ان الاطفال بيغرقوا الاكل بتاعهم بيغرقوا ده انا بشوف الليال بيحطوا كده؟ الازازة كلها كلها؟ يعني عارف لو حضرتك بتحط حتة صغيرة كده عشان تستطعم لا ده بياخدها وسط الأكلات السريعة اللي هي قريدي ضرة وبياخد وبيكمل على الشيبسي والبطاطس بعد كده بالضبط ومش الساندوش بسي بالضبط هي مكوناتها ببساطة شديدة كلنا عارفين الكلام ده غير البودرة التوم والبصل والكلام ده الطماطم واحنا عارفنا من المشهد بقى اللي فات ده أول ان الطماطم حتى مش كميات الأستاذة عشان المخك بيقولك أنا باكل وحاف بفتح الكيسة وده ضاع خلاص ده على فكرة فقط ده المخك بعد الشر عليه المشكلة في أطفالنا اللي هم المستقبل للأسف الشديد أنا بشوف الكلام ده انه كله لازم يحط كاتشو ولا مش حياكل الطفل النهاردة ما بيأكلش ويزمجر عن أكل إلا لو حط كاتشو ببصر المشكلة بقى إيه يا أستاذ وائل فيه تلات مواد فيه منتهى الخطورة الفراكتوز اللي بيحطوه ده علشان الضعم الفراكتوز ده هتقولي تمام موجود زي فيه ناس كتير أوليتي تمام موجود في سكر فكة لا الحاجات الربانية غير الحاجات المخلقة الربانية بيبقى نسبتها اتنين في كل جرام ولا حاجة نسبة خفيفة جدا تخيل حضرتك في الكاتشو بميت ضعف ميت ضعف ميت ضعف الفراكتوز ده من المواد اللي دلوقتي النهاردة ما تحليش بيها يعني فيه ناس زي ما الأسبارتام والسكرين مواد بيتقول عليها دلوقتي السكرين بالذات مصرطنة الفراكتوز ده مادة ضرة جدا بكميات والكميات دي موجودة في الكاتشو الفراكتوز ده مشكلته ان بيعمل تدهن في الكبد وعلى المدى الطويل يحصل تلايف واحنا ابتدينا دلوقتي نشوف ناس عندها تلايف بره فيروس سي وفيروس بي نتيجة واجبات السريعة الأكلات اللي هي يعني يجيله تلايف دونال مرور بفيروس سي دونال مرور بفيروس سي يعني بس من وجبات السريعة من وجبات السريعة اللي هي نسميها مش بس سمنة الأكلات اللي هي فيها دون كتير وفيها مواد حفظة زي ما حنقول والفراكتوز ده مادة دلوقتي مصنفة في الFD أو منظمة الأدوية والأخزية الأمريكية ان منها المواد الغير مش بس محرمة لأ ده المفروض لا توجد في غزاء الطفل انا ببتكلمش كمان عن قبار انا خايف على الاطفال قوي الحاجة التانية ان في الكاتشاب مثل اللي بتعمله الست في البيت ولو ان الستات بيعملوا الصلصة ممكن يعملوا الصلصة لكن في مادة في الكاتشاب اللي هي المادة الحافظة مادة بتبقى عبارة من مستهرج السمغ والنشط اسمها الفيلينين ودي مادة معروفة ان هي مصرطنة طبعا الله اعلم احنا بنراقب مراقبة شديدة على المصانع دي ولا لأ وبنعرف كمية الفيلينين دي كمية قد ايه وهل دي مسموح بيها ولا غير مسموح بيها دي مشكلة كبيرة جدا جدا اذا جانب ان الخل اللي بيستخدم مش الخل العادي خل معالج وراسيا الليكوبين اللي هو المادة اللي موجودة في الطماطم اللي هي مضاد للاجسادة اللي الناس بتتشدق ان ده حاجة كويسة اه في الطماطم اللي الست ببيت بتعمل عصير او بناكلها في الصلطة دي مفيدة لكن الليكوبين اللي موجود فيه الكاتشاب يختلف ايه مختلف لانه معرض الى الحرارة لان عشان تخلط الخلطة دي لازم فيه نعمل الحرارة عشان تبقى حاجة هموجينة ولما يتعرض الحرارة يفقد قيمته ويتحاول لمادة تانية المادة الدانية دي برضو ضر فالقصة دي قصة كلها الى جنب يعني دي كلها سموم تتسلل الى الجسد من الكاتشاب بس ومن البعد كده نهيك بقى على ايه على الاسد اللي هو الخل بقى وبيزود بقى الحموضة والكلام ده اخيرا السوديوم وجد انه ودي دراسة عملت من زمان ان الاطفال اللي بيحطوا ملح كتير عن الاكل بيبقوا معرضين في سنة عشرين وخمسة وعشرين سنة وده كاتر للقلب بيشوفوا الكلام ده الى الضغط المرتفع ونهيك بقى على انه السوديوم بيتحط بكميات عشان يحدى الدنيا ويبقى مفصوط هو بيأكل الطفل عشان يقدر يتفتح نفسه ويأكل اكتر ويحبها ويبقى عايزة كلها تاني وتالت بيتدمن بقى دي مدام للحاجات اللي اتخاليه مدمن لانه كل الحاجات اللي انا بقولها على حضرتك دي كلها نحيك عن مكسبات الطعم بتقعد الامات حتى تقولك ما يعني ما اولادنا بيعياتوا بيبقوا اذا ما جبتلهمش لا مش بس كده فانت هنا بتقول لا اكسوا على اطفالكم علشان تحميه بالضبط والامات كمان يقولك هو لو مكلش كده لو محطش الكاتشا مش حياكم لا انا قصدي ان النهاردة من غير ما اتعاقبه ولا حاجة مفيش كاتشا هو حيجوع وياكم لانه لايمكن هو مش هيقدر يستمر كتير مش فيه حاجة اسمها غريزة الجوع فلا انا بقول للام اللي بيقولك لا اكاتشاب ومايونيز ومش عارف ايه لا استني عليه بعد فترة قصيرة جدا مش هتزين عن اسبوع طفلك حيرجع تاني